اليوم نشرح الأضواء الموجودة على داشبول السيارة بشكل عام هذه الأضواء أحمر وأصفر وبعض المرات في ألوان أخرى مثل الأخضر والبرتقالي إذا كانت اللامبة تنضوي باللون الأحمر يجب أن أتوقف بأسرع ما يمكن ولا نسوق إلا أن نصلح العطب الموجود بالسيارة نبدأ بهذه اللامبة إذا تنضوي هذه اللامبة أثناء السياقة معناها فرملة اليد مسحوب أو هناك خلل بنظام الفرامين يجب أن أتوقف وأتصل بالرافعة لنقل السيارة إلى ورش التسليح هذه معناها يوجد خلل في النظام العادي هذه معناها المولد عاطل والبطارية لا تشهد إذا تنضوي هذه اللامبة معناها هناك خلل في محرك السيارة هذه اللامبة يخص سيارات الديزل عندما تومت هذه اللامبة يعني ذلك أن نظام مانع الانزلاق يعمل كذلك تحذير أن الطريق زلق لكن إذا كانت تضيء بشكل تابت يعني أن نظام مانع الانزلاق لا يعمل هذه اللامبة معناها الوقود قليل بالسيارة هذه معناها أزلت قدمك على دواسة الفرامل إذا أضاءت هذه اللامبة على داشبول السيارة معناها ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة أطفئ المحرك يجب أن تضيف ماء وغليكول للرادياتور هذه معناها أن زر التنبيهات شغال هذه معناها المخدة الهوائية لا تعمل إذا تضيء هذه اللامبة معناها اتجاه الهواء يتجه نحو الزجاج الأمامي والجوانب إذا أضاءت هذه اللامبة على داشبول السيارة يعني ذلك أن ضغط الهواء في الإطارات قليل هذه اللامبة معناها ضوء الضباب الخلفي شغال عندما تضيء هذه اللامبة على داشبول السيارة يعني ذلك أن زيت المحرك قلت عندها يجب أن تقف بأسرع ما يمكن وتطفئ المحرك وتفحص زيت المحرك إذا تنضوي هذه اللامبة معناها نظام الفرامل للأباس لا يعمل هذه اللامبة تنبيه على ضرورة استعمال حزام الأمان اشتركوا في القناة